صحيح من أخبار النادي الأهلي للأخبار المختلفة في الصحف والمواقع سواء العالمية أو المحلية ومورتتنا العزيزة مريم ساميح وهيكون في دفتها الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية يعني في البداية طبعا صباح الخير عليك يا مريم ومعليش فيه منشات كده لفت امتباعي جامد جدا من أخبار اليوم عايزين تفاصيل أكتر عنه بيكلم أنه رونالدو بيرغب في اللعبة في منشستر سيتي فتفضلي خليها نعرف منك بصبح عليك يا نهواند صباح الخير عليك يا كريم وبصبح كمان على كل مشهد قناة الأهلية في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل جريدة الجمهورية يعني يمكن يا نهواند العنوان اللي انت قلت عليه طبعا بالتأكيد هيكون معنا في خلال جولتنا الصحفية ولكن هنختم به جولة النهاردة عشان يكون فيه استفادة أكتر طبعا هيكلمنا في الأستاذ حسام الغربوي اللي هيكون في دفتنا النهاردة في جولتنا الصحفية خلينا زي معودنا مشاهدين في البداية نفكرهم بأبرز مواعين مباريات اليوم في الدور المصري تحديدا طبعا يعني الأهلي النهاردة وطلق الجيش في تمام الساعة التسعة مساء كمان الاتحاد السكندري وسرميكا كليوباترا في تمام الساعة السبع مساء إمبي والإسماعيلي في تمام الساعة سبع مساء وأخيرا إزا مالك وودي دجلة في تمام الساعة التسعة مساء خلينا دلوقتي ننتقل لأهم العنوين اللي هكون معنا النهاردة في جولتنا الصحفية والبداية من جريد الجمهورية مباريات ختام الدوري بلاس 18 ومن اليوم السابع محمد بركاته يمثل منتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا اليوم ومن صحيفة الشرق الأوسط هالند أمل دورتموند لإطاحة البايرن والتتويج بكأس السوبر الألمانية وأخيرا من أخبار اليوم رونالدو يرغب في اللعب مع منشاستر سيتي طبعا هيكون معنا لمناقشة كل هذه العنوين الأستاذ حسام الغربوي اللي طبعا بنسعد به في خلال جولتنا الصحفية الناقد الرياضي بجريد الجمهورية طبعا بصبح على حضرتك في البداية خلينا يعني عنوان الأول هو أكتر عنوان مثير للجدل من جريد الجمهورية خلاص احنا في الجولات الأخيرة من الدوري المصري يمكن فيه منافسة شرسة جدا الأهلي النهاردة يمكن بيرفع شعار لبديل عن الفوز نتكلم أكتر عن المباريات المتبقية ويمكن هي مش مباريات كتيرة نتكلم أكتر عن الصراع كمان الشرس ما بين الأهلي والزمانك فيه الصراع على الحصول على بطولة الدولة طبعا هو الموسم الحالي الصراع اشتد لأن طبعا لتقارب النقاط ما بين الأهلي وغريم التقليل الزمالك غير الموسم اللي فات كان فيه فرق كبير جدا في النقاط فطبعا الأهلي قدر يحسم البطولة قبلها بجولات عديدة ولكن طبعا الموسم ده بنلاقي أنه فرق النقاط نقطتين ما بين الزمالك متصدر ب70 نقطة والأهلي 68 نقطة فطبعا ده بيشتد الصراع ما بينهم خاصة لما الأهل تعادل إيجابيا في آخر مباراة لي وده طبعا بقى فيه على عاطق الجهاز الفاني واللعبين رغبتهم بقى في العودة مرة أخرى وده طبعا هتوقف على مسيرة الزمالك النهاردة طبعا مع عوادي دجلة هتبقى الدنيا شكلها ازاي طبعا الأهلي لو الزمالك تعصر أو في مباراة النهاردة شيء طبيعي أنه يعود بقوة هيبقى مطالب من الأهلي العودة مرة أخرى فيه أو الفوز بجميع الجولات التلاتة القادمة وطبعا هيبقى طبعا الأهلي هيبقى المشكلة عندهم في بعض الغيابات عندنا طبعا لسه بدر بنون راجع من الكورونا هيبقى عندنا محمد شريف سعد سمير غيرهم من اللعبة طبعا هم اللعبين طبعا دلوقتي مرعوم محسن بيحاول أنه هو المسلمان يعيده بحيث أنه يرجع تاني عشان بدلا من محمد شريف وهيبقى محتاج منه طبعا ترتيب أوراقه بشكل قوي عشان يقدر أنه هو يوظف أوراقه خاصة أنه عندنا بغياب طبعا الصلاية برضو هيبقى فيه عبق كبير على الأهلي ولكن طبعا عندنا حمد فتح عندنا صلاح محسن عندنا كثير من اللعبين اللي يقدروا في الأهلي إن شاء الله يعوده طبعا دي هيدي عمك تفكير ما بين المديرين الفنيين لأن طبعا دلوقتي كل فريق هيبقى بيذاكر كويس قوي المنافس اللي أصاده هيعرف إيه أوراق الربحة إيه الغيابات وهيحط خطته على هذا الأساس وبناء على هذا هو اللي هيقدر يقرى كويس المنافس اللي أصاده هيقدر أنه يحوز بيه الفوز إن شاء الله ونتمنى لجميع الفرق أن هي تظهر بمستوى كويس نتمنى للأهلي أنه يكمل مسيرته بشكل قوي ويبقى طبعا البطولة إن شاء الله التلاتة واربعين ليه ويبقى يحقق رقم قياس جديد في بطولة دور العام ويدروعها بقى اللي طبعا مشجعين ويحب أنه تملي يبقى هو مسيطر عليها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق طبعا لندي الأهلي في مباراة اليوم يمكن العنوان التاني اللي معنا النهاردة يمكن تمثيل محمد بركات مدير منتخب مصر في قرعد بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتقام اليوم طبعا في الكاميرون وهتنطلق إن شاء الله في يناير المقبل كمان عايزين نتكلم شوية أستاذ حسام عن انطلاق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري استعدادا لأخذ مباريات تصفيات أفريقية المؤهلة الكأس الأمم طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأول بقيدة الكابتن حسام بدري وطبعا ده هيبقى المفروض أنه هو في المعسكر في الشهر الحالي 28 إن شاء الله أكيد هيبقى معسكر يختلف عن سابقه خاصة أن مصر بدأت مباراةها للسابقة خاصة أمام كينيا وجزر الكومور كان في الجمهور المصري غير راضي لغاية لما طبعا ده تم تحسينه أو تحسين الرؤية أمام توجه في الزهاب والإياب بأربع عداف ولكن بعد كده حصل طبعا التعدلات وده أمام كينيا وجزر الكومور ولكن ده هي شراسة البطولة طبعا كانت مصر متصدرة قدرت أنها توصل لأم أفريقيا متصدرة مجموعة 12 نقطة وده هيحمل حسامة بدري كتير هو جهازه الفني إزاي أنه هم فعلا يقضع الخطة اللي هي تقدر أنه هو يفوز بعلا أنجولا وتوجو في المباراتين القدمتين في بداية سبتمبر 2 و5 إن شاء الله وده هيخليه أنه هو إزاي يختار العناصر أو أوراق الربحة بحيث أنه هو يبدأ بقوة كبيرة جدا حتى تعمل راحة نفسية للشارع المصري اللي احنا طبعا متعطشين لأن احنا نتأهل لكاس العالم في كتر 22 إن شاء الله وما نبقاش ضيوف خفافة احنا عادينا نبقى إن شاء الله ضيوف أقوية جدا بإذن الله نحقق مستويات أعلى زي مثلا على سبيل المثال الجزائر بعد كده قدرت توصل لمراكز متقدمة جدا والمنتخب المصر يملك أوراق ربحة قوية جدا وفي مقدمتها طبعا نجمنا المحبوب محمد صلاح وإن شاء الله كل التوفيق لجهازنا الفني والمنتخبنا الوطن إن شاء الله إن شاء الله طبعا نهاردة مباراة هامة جدا ما بين بايرن ميونيخ ومنافسه التقليدي طبعا بروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر الألمانية يمكن بايرن افتتح الجولة أو بداية الدوري ما كانش بالمستوى المطلوب طبعا فهل ده هيأثر النهاردة على الصراع يعني في مباراة اليوم؟ احنا ما نقدرش نقول ممكن يأثر سلبيا ما ممكن يأثر بشكل إيجابي يبقى فيه دفع قوية لأن طبعا البارن تسع عوام ماضية كان هو متصدر الدوري وشيء طبيعي هو بطل البطل شيء طبيعي بيعايز يحافظ على العرش ولكل حسن كابوة زي ما بيقولوا وإن كان طبعا دورتموند عنده الرغبة شيء أكيد يعني أنه هو يبقى أن ينافس بطل قوي ويحصل على كاس خاصة طبعا هم بيعتمدوا على هالند اللاعب القوي جدا رغم صغر سن واحد وعشرين سنة إلا أنه قدر أنه هو بصراحة في خلال مشوار بسيط يعني يسجل ما يقرم اتنين وستين هدف من ستين أو واحد ستين مبارا ده دليل إنه ممكن اللاعب فعلا هالنده هيفرق كتير قوي مع دورتموند أمام البيرن وده هيخلينا نشوف منافسة قوية جدا ما بين رغم أن البيرن بدأ بشكل ضعيف دورتموند أمام فرانكفورت قدر أنه هو يفوز بخمس أهداف مقابل هدفين ده بيدي له دفعة معنوية قوية يخليه يعني يبقى واقف ثقة أمام بيرن وده هيخلينا نشاهد مباراة قوية جدا والبقاء للأفضل والأقوى طبعا يعني عنونا الأخير النهاردة أستاذ حسام هو الأكثر جدلا عن النجم كريستيانو رونالدو وفكرة صفقة انتقاله وكمان فكرة أنه وكيل رونالدو يعني بيفاوض منشاستر سيتي على رحيل رونالدو الانتقال ليه طبعا ورحيله عن يوفانتس كمان فكرة برضو الصفقة أن يوفانتس عايز يعني يبيع رونالدو بمقابل 30 مليون يورو وكمان يمكن رونالدو عنده رغبة كبيرة جدا في أنه هو يرحل عن يوفانتس رغم أن عقده بينتهي في صفقة 2022 مع يوفانتس شيء طبيعي يعني إحنا دلوقتي في وقت الانتقالات جميع اللاعبين خاصة المشاهير ومنهم طبعا محمد صلاح بيبقوا عايزين ينتقلوا إلى أفضل الأندية الكبيرة خاصة بحيث أن هما يضيفوا سيفي ضخم إلى جانب مساريتهم القوية ومنهم طبعا رونالدو طبعا لعب متميز جدا وليه يعني كثير من أندية طبعا هما يفضلوا هما يضموا ولكن طبعا أغلب الأندية الأوروبية دلوقتي خزائنها المالية بتعاني بضحف شديد جدا بصراحة وانتقال اللاعب أو رغبته هتوقف على النادي هو هل هيقدر يسيبه بمقابل المادي يعني إحنا طبعا هو يوفانتس طبعا حتى 30 مليون بحيث أنه متبقاش الصفقة متبقاش خاسرة خاصة في ارتفاع الأسعار الرهيبة وفي نفس الوقت هل الفريق اللي هو طبعا هيبقى عنده رغبة كبيرة في ضم وهل هو هيقدر يتحمل هذا المبلغ لأنه طبعا هيأثر علينا ممكن بنفس المبلغ أقدر أجيب أكتر من لاعب متميز ولكن طبعا هما بيكون حاطة نجمة أو سوبرستار زي مثلا طبعا بيحاول مثلا هاريكين يدموه زي رونالدو ولكن طبعا مبالغ رهيبة فيه مبالغ بتوصل ل 150 مليون يورو طبعا دي بتبقى مبالغ باهزة جدا هتتوقف على قدرة الشرائية للنادي اللي هيبقى هاستضيف اللاعب ونتمنى طبعا لهم التوفيق وطبعا هما دول نجومنا بيمتعوا جميع مشجعين في العالم بالقرة وطبعا كلما بتزيد القرب طبعا انتهاء العقود في جميع الأندية طبعا بيبقى فيه منافسات شديدة جدا حتى وممكن بيبقى فيها طبعا منها منافسات إعلانية يعني احنا ما لقينا مثلا حتى المدير لمحمد صلاح أما لقى الدنيا ما فيش تفاوض قوي جدا مع محمد صلاح هتطر ان هو حتى يضع تويتر بتعبر ان ممكن محمد صلاح يذهب لنادي آخر بحيث ان يبقى فيه يحرك الماء الركضة وطبعا ده بيرفع الأسعار لأعلى قمة ونتمنى الجميع نجومنا دول أو النجوم العالمين دول يمتعونا بالمشاهدة وده وكل توفيق ليه إن شاء الله بشكرا جدا أستاذ حسام دايما منوارنا على شاشة قناة النيدي الأهلي في جولتنا الصحفية ده طبعا كان حوارنا وتحليلات كمان الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي بجارة الجمهورية لكل العنوين اللي كانت متواجدة معانا النهاردة في خلال جولتنا الصحفية بشكرك احنا كمان وبنشكر أكيد الناقد الرياضي أستاذ حسام الغربوي شكرا لك يا مريم وشكرا لك يا سال على هذه التغطية الرائعة